ازايكو عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لست مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الأدوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا شكل من أشكال المنظمات الجميلة اللي بتيجي بأحجام مختلفة تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار واللي طريقة تثبتها سهلة جدا تقدر ان انت تنظم عليها العطور أو الكريمات أو الشامبوهات أو مختلف الحاجات اللي انت بتستخدميها دايما وطبعا المنظمات دي تقدر ان انت تثبتيها في الحمام أو في المطبخ وتقدر ان انت تنظم عليها أي حاجة انت عاوزيها بعد كده هنشوف عندنا منظم للتوابل تقدر ان انت تثبتيه على جدار المطبخ بكل سهولة وتنظم من خلاله مختلف أنواع التوابل سواء التوابل البودر أو التوابل الصحيحة والمنظم ده بيحتوي على ثلاث خانات وكل خانة منه بتحتوي على المعلقة الخاصة بيها هنا هنشوف مع بعضها عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تنظمي بيها الملابس الداخلية أو الشربات وطبعا هي بتيجي عندك عبارة عن إدراج بتكون مؤستمة كده الأجزاء مختلفة يعني بتيجي مؤستمة الأجزاء على شكل مربع أو بتيجي مؤستمة الأجزاء على شكل مستغسيل بحيث انها تتناسب مع كل الحاجات اللي انت عاوزة تنظميها بيها وطبعا تقدر ان انت تنظميها عندك جوة الدولاب مش بتاخد عندك أي مساحة خالص في الدولاب هنا هنشوف مع بعض عندنا كوفر مصنوع من السيليكون طبعا الكوفر ده بيجي متوفر كده بكذا لون تقدر ان انت تختار اللون المناسب ليكي وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تسبتيه بكل سهولة على كرسي الحمام وغير كده الكوفر ده بيبقى سهل جدا في التنظيف بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم تقدر ان انت تنظمي فيه مختلف أنواع الزيوت أو السوسات والمنظم ده بيساع معاك تقريبا نصف لتر من أي نوع زيت أو سوس انت عاوزة تنظميه بيه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم تقدر ان انت تسبتيه على جدار الحمام وتنظمي بيه أدواتك الشخصية زي الشامبوهات أو الكريمات أو العطور وتقدر ان انت تنظمي بيه مختلف أحجام الفوت أو طبعا تقدر ان انت تسبتيه على الجدار في المطبخ وتنظمي من خلاله أدواته لوازم المطبخ بعد كده هنشوف عندنا أداة تنظيف الميريات والأداة دي بتيجي عبارة عن اسفنجة وأشاطة في نفس الوقت بيبقى فيها جزء مخصص كده تقدر ان انت تدي فيه فيه سائل التنظيف وهي بتكون مارينة جدا في الاستخدام تقدر ان انت تنظفي بيها الميريات أو الشبابيك بكل سهولة وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الجوينتي الجميل ده طبعا تقدر ان انت تستخدميه وتحمي ايديك من مختلف أدوات ومواد التنظيف اللي احنا بنستخدمها دايما في التنظيفات المختلفة اليومية اللي بنعملها في البيت وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم بيجي عبارة عن 3 رفوف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار في الحمام وتنظم عليه مختلف أدواتك زي الكريمات أو الشامبوهات أو العطور او تقدر ان انت تثبتيه على الجدار المبخ وتنظم عليه التوابل أو الزيوت أو الصصات بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار أو الفكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك ان انت تجففيه مختلف أنواع الخضار أو الفكهة يعني مثلا لو انت عندك ملوخية أو خاص أو أي نوع من أنواع الخضار أو الفكهة تقدر ان انت تجففيه بكل سهولة من خلال المجفف ده بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المطحنة الصغيرة دي تقدري من خلال المطحنة دي تتحني الرز أو السكر أو الشطة أو أي حاجة عاوزة تتحنيها بكل سهولة زي ما انت شايف معايا كده من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تنظمي به السوسات أو التوابل أو الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر ان انت تحرقيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزاها وطبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الرخامة أو في دلاب المطبخ بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الرخامة وتنظم عليه أدوات ولوازم المطبخ زي السوسات أو الشوك أو السكاكين وكمان تقدر ان انت تنظمي فيه ستة أنواع من التوابل اللي تستخدميها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل أو منظم صغير تقدر ان انت تثبتيه على حنفية المطبخ وتنظمي به لوازم وتنظيف الموعين زي الليفة أو السلكة أو تقدر تثبتيه على حنفية الدش في الحمام وتنظمي به الشامبو أو الكريمات بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مصفة طريقة تصميمها جميلة جدا بتساعدك وبتسهل عليك ان انت تصفي من خلالها الخضار أو الفكهة أو المكارونا أو اللحمة أو الفراغ بكل سهولة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الغطيون اللي تقدر ان انت تستخدمي من خلالها الزيوت أو السوسات اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وتقدري تستخدمي منها كميات مناسبة جدا بعد كده هنشوف معانا منظم محكم الغلق وهو بيكون مصنوع من البلاستيك بيجي متوفر معايا كوباية تقدر ان انت تعايري بيها الكمية اللي انت عايزاها وطبعا تقدر ان انت تنظمي بيه السكر أو الرز أو مختلف البوكاليات وغير كده المنظم ده بيجي شفاف يعني تقدر ان انت تشوفي الكمية اللي موجودة عندك من اي حاجة انت منظمها به بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للمكسرات تقدر ان انت تنظمي وتقدمي من خلال وستة انواع من المكسرات زي اللب والحلويات والشوكولاتات او مختلف انواع المكسرات اللي بتبقى موجودة عندك وبيجي فيه جزء كده تقدر ان انت تثبت عليه الموبايل ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايا تنكدها اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت يجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة الاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسبكم في رعاية اللي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة